أهلاً بحضراتكو في آخر فيديو في سلسلة الثورة الفرنسية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على مسيرة الثورة الفرنسية من بدايات اندلاع الشرارة الأولى لها والحد ما وصلنا إلى عهد حكومة الإدارة النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على إزاي انتهت الموجات الثورية اللي تعاقبت على فرنسا خلال فترة الثورة الفرنسية لمدة عشر سنين تقريباً وإزاي فرنسا قدرت أن هي تنتقل لمرحلة جديدة من تاريخها في شهر مارس وشهر أبريل سنة 1797 بيتم عمل أول انتخابات تجديد جزئي للبرلمان الفرنسي في الانتخابات دي الملكيين في فرنسا بيقدروا يحققوا فوز واضح وبيكون واضح بعد الانتخابات أنه الملكيين بيرتبوا نفسهم استعداداً لانتخابات التجديد الجزئي اللي هتتم بعد سنة واللي كان المفترض أن الملكيين هيرشحوا فيها عدد أكبر من المرشحين وبالتالي يحصلوا على أغلبية في البرلمان بعد حصلهم على أغلبية في البرلمان كانت الخطة بتقضي أنه هما هيعيدوا الملكية مرة تانية إلى فرنسا بس المرة دي بشكل قانوني وشرعي تماماً ولكن بعد ست شهور بس من وصولهم إلى المقاعد دي في البرلمان بتلتقي مصالح أعضاء في حكومة الإدارة مع أعضاء في البرلمان الفرنسي مع قادة للجيش الفرنسي وبيتفقوا أنه لا يمكن السماح للملكيين بإعادة الملكية مرة تانية إلى فرنسا وبيتحركوا وقوات من الجيش الفرنسي بتسيطر على باريس وبعدها بيتم إلقاء القبض على عدد من أعضاء الملكيين في البرلمان ومن المتعاطفين مع الملكية وبيتم نفي عدد كبير منهم خارج فرنسا طيب خلصنا من الملكيين الموجودين في البرلمان نهدى بقى؟ لا مش ده بالزبط اللي بيحصل اللي بيحصل أنه بعد إقصاء الملكيين من البرلمان بيتم عمل حملة تمثل حملة تطهير ضد الملكيين في جميع أنحاء فرنسا في الحملة دي بيتم التخلص من المعروفين بأنهم ملكيين بشكل مباشر وبيتم إقصاء المعروف بأنهم متعاطفين مع الملكيين وحتى الأصوات المعتدلة اللي ما هيش ملكية ولا متعاطفة مع الملكيين وإنما آراءهم تمثل نوع من الآراء الوسطية اللي هي ما بيهجموش الملكيين بشكل صريح بيتم إقصائهم وبالتالي لما ده بيحصل بتبقى الساحة السياسية الفرنسية ما فضلش فيها حد غير اليعاقبة والثوريين المتطرفين ما صدقنا خلصنا من عهد الإرهاب ومن التطرف اللي كان موجود فيه ولكن بإقصاء الملكيين والآراء المعتدلة وكل المتعاطفين مع الملكية أو على الأقل اللي مش رفضين الملكية ما بيكونش باقي عندنا في الساحة السياسية الفرنسية إلا الثوريين المتطرفين واليعاقبة ودي بتكون مشكلة لأي حد من السياسة الفرنسيين في الوقت ده لأنهم بيشوفوا أنه لو الوضع في فرنسا استمر بالشكل ده فرنسا هترجع مرة تانية لعهد الإرهاب أو ما هو أسوأ نفوذ الإعاقبة المتزايد بيظهر بوضوح في انتخابات التجديد اللي بتتعمل في البرلمان في سنة 1798 الانتخابات دي بتكون انتخابات ضخمة جدا لأنه بيتم عمل انتخابات تجديد بالإضافة إلى انتخابات على المقاعد اللي تم القبضة على النواب بتوعها في شهر سبتمبر سنة 1797 وبالتالي بيكون عندنا انتخابات بتتم على 437 مقعد عدد ضخم جدا في الانتخابات دي بيفوز أغلبية ساحقة من الإعاقبة بالرغم من أن الحكومة الفرنسية بتعمل العجب علشان تمنع ترشح بعض الإعاقبة بتمنع ترشح بعضهم وبتعمل بعض الألعاب علشان تتخلص من المتطرفين منهم لكن بالرغم من كل الرقابة اللي بتحاول الحكومة الفرنسية نهاية مارسها على الانتخابات إلا أن الإعاقبة بيحققوا فوز ساحق في أغلب المقاعد اللي بيتم عمل انتخابات عليها وعلشان كده بيكون واضح أنه الأغلبية في المجالس التشريعية بقت مؤيدة لليعاقبة بشكل أو بآخر ولما بيتم اختيار عضو جديد علشان ينضم لحكومة الإدارة ويبقى واحد من المديرين الخامسة برضو الحكومة بتعمل العجب علشان يختاروا واحد من اليعاقبة المعتدلين وليس المتطرفين في النهاية أيوة بيقدروا يجيبوا واحد معتدل نسبيا علشان ينضم للحكومة ولكن ده بيكون معناه أنه البرلمان بقى في ناحية والحكومة بقت في ناحية تانية الحكومة أغلب أعضاؤها معتدلين بينما البرلمان أغلب أعضاؤه من اليعاقبة المتطرفين في المرحلة دي فرنسا كانت في حالة حرب مع بريطانيا بس وعلشان كده فرنسا بتقرر أن هي هتقوم بغزو مصر الحملة الفرنسية على مصر كان لها أهداف كتير وأهداف معقدة لكن أهم هدف في الأهداف دي كان إقامة إمبراطورية فرنسية في الشرق علشان تنافس الإمبراطورية الإنجليزية الموجودة في الهند وعلشان تقدر تهدد الإمبراطورية دي بعد كده وتنتصر عليها وبالتالي تنتزع أهم مصادر قوة بريطانيا اللي هي المستعمرات بتاعتها بيتم اختيار نابليون بونابرت علشان يكون هو قائد الحملة دي اختيار نابليون لقيادة الحملة بيتم بالتوافق ما بين نابليون بونابرت نفسه وما بين حكومة الإدارة من ناحية نابليون بيكون عايز يبعد عن الصراعات الموجودة في الساحة السياسية الفرنسية في المرحلة دي علشان ما يتمش احتساب إنه هو مؤيد لطرف على حساب طرف يكون عايز يبعد نفسه عن العكده خالص علشان كده بيقول لا أنا روح أقود الحملة دي وأقدر أحقق فيها انتصارات عسكرية تانية ترفع أسهمي داخل فرنسا ومن ناحية حكومة الإدارة بتفضل إن هي تبعده عن الساحة السياسية الفرنسية في الوقت ده بسبب النفوذ المتزايد له في الشارع الباريسي علشان كده بيقول له خلاص أنت تقود الحملة دي وروح ربنا يوفقك الحملة دي بتوصل مصر يوم 1 يوليو سنة 1798 وبعد وصولها بتقدر تسيطر على مصر بسهولة ولكنها بتفشل في تحقيق باقي أهدفها بعد كده الأسطول الإنجليزي بيصطدم بالأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير البحرية وفي الصدام ده الأسطول الإنجليزي بيقدر يغرق أغلب سفن الأسطول الفرنسي وبسبب غرق أغلب سفن الأسطول الفرنسي الجيش الفرنسي في مصر الحملة الفرنسية على مصر ومعاها نابوليون بونابرت بيتحولوا لحملة محاصرة وبتنقطع خطوط الاتصال ما بين نابوليون بونابرت وما بين القيادة في فرنسا في الفترة اللي أضاها نابوليون بونابرت مع جيشه في مصر الأوضاع في فرنسا بتتغير جدا بريطانيا بتحاول تقنع النمسا إن هي تدخل الحرب مرة تانية ضد فرنسا بيقول لهم نابوليون اللي كان أريفكو بيحقق انتصارات عليكو محبوز دلوقت مع القسم الأكبر من الجيش الفرنسي في مصر فدي فرصة كويسة خلينا نتحالف إحنا الاتنين سوا ونهاجم فرنسا وهنا هيكون عندنا فرصة كويسة إن إحنا نجب فرنسا إنها تعمل اللي إحنا عايزين ولكن النمسا برضو بتكون مترددة وخايفة إنه يتم استدراجها مرة تانية لحرب يتم استنزافها فيها لكن اللي بيحسم التردد النمساوي هو إنه قيصر روسيا اللي كان بيكره الثورة الفرنسية جدا واللي كان خايف إن هي تتكرر في بلده بيقرر دخول الحرب متحالفا مع بريطانيا قرر إنه هو هيتحالف مع بريطانيا علشان يحارب فرنسا وهنا النمسا بتلاقي إن دي فرصة كويسة وبتتحالف مع الدولتين وبيتكون تحالف مرعب من بريطانيا والنمسا وروسيا تلت قوى أوروبية ضخمة جدا بيتحدوا ضد فرنسا ومع اتحاد التلت قوى دول بتبدأ الهزائم تتوالى على الجيوش الفرنسية وفرنسا بتكون في وضع عسكري حارج جدا أخبار الهزائم دي بتوصل لنابوليون بونابرت بشكل متأخر جدا بسبب الحصار اللي كان فرضه الأسطول الإنجليزي عليه في البحر المتوسط وبالتالي كانت خطوط الاتصال ما بينه وما بين فرنسا تقريبا مقطوعة ولكنه بمجرد ما بيعرف بالأخبار وبالتطورات اللي حصلت في فرنسا دي بيقرر إنه هو هيسيب الحملة الفرنسية في مصر تحت قيادة الجنرال كليبر وهيرجع مع عدد محدود من أعوانه بشكل سري إلى فرنسا علشان يحاول ينقذ الموقف المتداهور ده لما نابوليون بونابرت بيوصل في نهاية المطاف إلى فرنسا بيلاقي إن الوضع العسكري اتحسن شوية أي نعم فرنسا ما زالت في حالة حرب وما زالت مهددة بتحالف من ثلاث دول كبرى ولكن في النهاية الجيوش الفرنسية كانت قدرت تتماسك وقدرت تحقق بعض الانتصارات وبالتالي بقى الوضع على الجبهة إلى حد ما مستقر إنما نابوليون بيلاقي إنه فيه تطورات أخطر بكتير ما كانش لسه سمعا في انتخابات التجديد للبرلمان الفرنسي اللي بتتم في سنة 1799 بيفوز عدد كبير جدا من اليعاقبة الجدد ومع فوزهم بتبقى الأغلبية المطلقة في المجلس لليعاقبة طبعا مع الحروب اللي كانت فرنسا فيها ومع الوضع العسكري المتأزم بيبدأ صوت اليعاقبة يعلى وبيبدأوا يقولوا الكلام اللي هم ما يعرفوش غيره احنا في حالة حرب ولازم إجراءات استثنائية سلحوا الصانكيلوت افردوا ضرائب على الطبقة الوسطى وعلى البرجوازية بيعيدوا نفس المنظر اللي كان حاصل قبل ظهور عهد الإرهاب وبالتالي بيكون الوضع في فرنسا على وشك الانزلاق إلى عهد إرهاب جديد بالمناسبة في الانتخابات دي بيفوز أخو نابوليون الصغير بمقعد في البرلمان وبفضل سمعة أخوه بيتم انتخابه كرئيس للبرلمان ولكن بيكون نفوزه وتأثيره على البرلمان محدود جدا أعضاء البرلمان بيضغطوا علشان يتم اختيار أعضاء من اليعاقبة في حكومة الإدارة وبالفعل بعد ضغط شديد منهم بيتم اختيار اتنين من الخمس أعضاء من اليعاقبة وبالتالي بيكون واضح انه خلاص البرلمان الفرنسي أغلبيته من اليعاقبة والحكومة الفرنسية فضلها ان يكون فيها عضو واحد كمان من اليعاقبة وتبقى الأغلبية المطلقة ليهم في كل شيء هنا بيظهر سييز سييز اللي كان رافض انه هو يتولى منصب في حكومة الإدارة او يكون واحد من المديرين الخمسة راجل لما بيلاقي انه فرنسا بتخضع لسيطرة من اليعاقبة وانه خلاص اليعاقبة بيتجه الى السيطرة على فرنسا بسرعة الصاروخ وان البلد هترجع مرة تانية لعهد الإرهاب بيقرر انه هو هيقبل بمنصب في حكومة الإدارة وهينضم لحكومة الإدارة كواحد من المديرين الخمسة سييز ما بيكونش غابي لدرجة انه هو متخيل انه هو هيقدر يوجه السياسات الفرنسية بفضل نفوزه او تأثيره الشخصي او بفضل قدرته على الإقناع الرجل بيكون شايف اللي يخليه أزكى من كده وانما سييز بيقرر يقبل المنصب ده لانه بيكون شايف انه اليعاقبة فضلهم عضو واحد بس منهم ينضم للحكومة ويبقوا خلاص بيحكموا فرنسا بشكل شرعي تماما وعلشان كده بيقرر انه هو هينضم للحكومة علشان يرتب الانقلاب من داخل الحكومة تتخلص في فرنسا من اليعاقبة قبل ما يستكملوا سيطرتهم على فرنسا بشكل رسمي نابليون بونابرت بيوصل لفرنسا في عز الصراع السياسي ده مكان مشتعل ومع وصوله للأراضي الفرنسية كل مدينة كان بيدخلها كان بيتم استقباله فيها استقبال الفاتحين ده البطل العظيم اللي قدر ينتصر على النمسا في إيطاليا واللي قدر يهزم الملكيين واللي قدر يسيطر على مصر بلد الحضارة الكبيرة وقدر يهزم العثمانيين والمماليك المماليك في الوقت ده كان ليهم سمعة محاربين أسطورية في فرنسا وبالتالي انتصار نابليون بونابرت عليهم بالرغم من انه ما كانش انتصار ضخم من الناحية العسكرية إلا انه كان عامل لنابوليون سمعة أسطورية ده اللي راح سيطر على سحر الشرق وضمه تحت سيطرة فرنسا الرجل بيتم استقباله استقبال أسطوري من جميع الطبقات في المجتمع الفرنسي جماهير الفرنسية بتكون مبهورة بانتصاراته العسكرية بينما اليعاقبة بيعتبروا ان نابليون بونابرت هو البطل اللي قدر يهزم الملكيين ويمنع سيطرتهم على الجمهورية الفرنسية في حين انه الملكيين نفسهم اللي نابليون كان هزمهم قبل كده بيقولوا لا بس ما تنسوش ان نابليون ده بينتمي أساسا لأسرة من النبلاء وبالتالي فهو رغم كل شيء واحد مننا نابليون بونابرت لما بيوصل باريس بيكون عايز يتم اختياره كواحد من المديرين الخمسة واحد من أعضاء حكومة الإدارة رجل بيكون شايف انه بعد الانتصارات اللي انا هقتها دي كلها يعني شيء بسيط انه يتم اختياره كواحد من الخمس مديرين بتوع فرنسا ولكن فيه واحد من أعضاء حكومة المديرين واحد من المنتمين لليعاقبة في الفترة دي كانت حكومة الإدارة فيها اثنين من اليعاقبة واحد من الاثنين دول بيطلع وبيقول ما ينفعش نابليون ينضم كعضو لحكومة الإدارة ايه السبب؟ قالوهم السبب انه الدستور الفرنسي بيقول انه أعضاء حكومة الإدارة لازم يكون سنهم 40 سنة او اكتر بينما نابليون سنه 30 سنة بس فوت علينا بعد عشر سنين يا استاذ يكون فضلك مقعد نابليون طبعا ما بيكونش مستعد للانصياع بالسهولة دي لكن في نفس الوقت ما بيكونش قادر لوحده انه هو يجبرهم على انه هو ياخد موقع من مواقع السلطة هنا بيظهر في الصورة سييز سييز اللي كان أساسا انضم للحكومة علشان بيخطط للتخلص من اليعاقبة بيخطط لعمل انقلاب من داخل الحكومة تتخلص في فرنسا من سيطرة اليعاقبة سييز بيلاقي انه دي فرصة كويسة جدا علشان يتحالف مع نابليون بونابرد من ناحية نابليون بونابرد هو قائد عسكري هيكون بيتمتع بولاء عدد كبير جدا من الجنود الفرنسيين ومن الجيش الفرنسي ومن ناحية تانية نابليون بونابرد كان قائد له شعبية كبيرة جدا في أوساط الشعب الفرنسي أغلبية الشعب الفرنسي كانوا شايفين نابليون بونابرد كبطل حرب وكان هيبقى عندهم استعداد للقبول بأي تحركات ممكن يكون نابليون بونابرد طرف فيها سيز بيحط خطته بالتعاون مع نابليون ومع أخوه اللي هو رئيس المجلس التشريعي ومع وزير الداخلية ومع ديبلوماسي فرنسي مشهور اسمه تاليران الخطة بتكون بسيطة جدا احنا هنروح نقول لأعضاء البرلمان الفرنسي انه فيه مؤامرة تهدد الجمهورية الفرنسية وهنطلب منهم انه هم يمنحوا تفويض يعطي سلطة مطلقة لنابليون بونابرد للدفاع عن الجمهورية الفرنسية طبعا أعضاء المجلس في الحالة دي مش هيرفضوا لأنه نابليون بونابرد سبق له انه تحط فيه نفس الموقف ده قبل كده وطلب منهم سلطة مطلقة وهم وافقوا عليها وبفضل السلطة المطلقة دي نابليون بونابرد قدر قبل كده انه هو يهزم جيوش الملكيين طيب بعد ما نقنع المجلس ويمنح سلطة مطلقة لنابليون بونابرد هيجي سييز ومعاه اتنين من أعضاء الحكومة يستقيلوا وبكده الحكومة المكونة من خمس أعضاء هيكون استقال منها ثلاث أفراد طبعا الحكومة اللي هيتبقى فيها فردين بس اللي هم بينتموا لليعاقبة لن تكون قادرة على الانعقاد أو إصدار أي قرارات قانونية لأنه أقل عدد بتنعاقب به الحكومة هو ثلاث أفراد حكومة المكونة من خمس أفراد أقل عدد ممكن تنعاقد به وتتخذ قرارات هو ثلاثة طيب إذا استقل منها ثلاثة وما تبقاش غير اتنين خلاص الحكومة كده بقت غير قادرة على الانعقاد بشكل قانوني وغير قادرة على اتخاذ أي قرارات وهنا فرنسا هيكون ما فيهاش حكومة وفي نفس الوقت فيها نابليون بونابرد اللي معاه خطاب رسمي من البرلمان بيمنحه سلطة مطلقة وبالتالي هيكون نابليون هو صاحب السلطة المطلقة في فرنسا في التوقيت ده ويقدر أنه يضع نظام جديد للحكم بالفعل بيتم بتنفيذ الخطة دي في يوم 19 نوفمبر سنة 1799 أول ما بيتقلق أعضاء البرلمان الفرنسي أنه فيه خطر بيهدد الجمهورية الفرنسية بيوافقه على منح نابليون بونابرد سلطة مطلقة للدفاع عن الجمهورية الفرنسية واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات اعمل اللي انت شايفه صح بعد ما نابليون بيحصل على السلطة المطلقة دي سييز بيقنع اثنين أعضاء معاه في حكومة الإدارة اللي هم اللي اثنين غير المنتمين لليعاقبة بأنهم يستقيلوا وباستقالة سييز ومعاه اللي اثنين دول خلاص الحكومة بتكون مكونة من عضوين فقط وبالتالي بتفقد أهليتها القانونية لأنها تنعقد ماينفعش تنعقد بعضوين بس وهنا نابليون بيقبض على العضوين بتوعلي عاقبة دول وبعد كده بيتوجه لمخاطبة البرلمان الفرنسي أول ما نابليون بونابرت بيخاطب مجلس الشيوخ وبيشرح لهم أنه حاليا حكومة الإدارة اختفت وأن أنا اللي معايا سلطة مطلقة في جميع أنحاء فرنسا أنتوا اللي ادتوهالي مجلس الشيوخ بيفهم أنه بالفعل فيه انقلاب حصل في فرنسا هنا واحد من أعضاء مجلس الشيوخ بيسأل نابليون طيب والدستور فنابليون بيقول له دستور ايه؟ الدستور ده أنتوا حطمتوا من زمان فاكرين الانقلابات اللي كنتوا بيتنفزوها ضد أعضاء معاكوا في البرلمان؟ فاكرين الانقلاب ضد الملكيين؟ الدستور ده لم يعد له وجود مجلس الشيوخ بيقرر يتجاهل الموضوع ويفوته خلاص اللي حصل حصل خلينا نشوف اللي بعد كده ولكن المشكلة بتحصل لما نابليون بونابرت بيحاول يخاطب مجلس الخمسمائة أول ما نابليون بيشرح لهم اللي حصل وأنه حاليا حكومة الإدارة اختفت مجلس الخمسمائة اللي فيه أغلبه مكون من اليعاقبة بتحصل فيه ثورة على نابليون بونابرت وبيتعرض لإهانات هو بخوه وبيتقال أنه هو كده بينقلب على الجمهورية الفرنسية والمجلس بيحاول يقترح أنه يتم عمل تصويت لاعتبار نابليون بونابرت خارج على القانون لو تم بالفعل التصويت ده وتم اعتبار نابليون بونابرت خارج على القانون كان ده هيسمح بإعدامه بدون محاكمة ولكن نابليون لما بيلاقي الأمور ماشية في الاتجاه ده بيسحب أخوه ويخرجوا بالراحة من القاعة وأول ما بيخرجوا بيقول الجنود اللي وقفين برا علشان يحروصوا القاعة أنه فيه أعضاء من البرلمان حاولوا يقتلوا نابليون الجنود دول بيقتحموا القاعة وبيتم تفريق النواب الموجودين فيها وبتفريق النواب بيتم فض الجلسة قبل التصويت على اعتبار نابليون بونابرت خارج على القانون وبالتالي نابليون بينجو من التصويت ضده وفي نفس الوقت المجلس ما بيكونش اتخذ أي قرار بخصوص إلغاء التفويض الممنوح لنابليون بونابرت وإلغاء السلطة المطلقة اللي هو حصل عليها وبالتالي بينفض اجتماع المجلس وبيخرج منه نابليون معه سلطة مطلقة لحكم فرنسا وبتنجح خطة سياز بعد كده نابليون بونابرت بيجمع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وبيخليهم يتخذوا قرار رسمي بإلغاء دستور سنة 1795 وبإنه هيتم وضع دستور جديد وبالفعل بيتم كتابة دستور جديد في الدستور ده بيتم وضع نظام جديد للحكم اسمه نظام حكومة القناصل في النظام ده بيكون عندنا تلاتة بيحكوموا فرنسا اسموهم القناصل الثلاثة وبيكون فيهم منصب اسمه القنصل الأول القنصل الأول ده هو اللي بيكون في إيده أغلب السلطات والصلاحيات وطبعا اللي بيتولى منصب القنصل الأول بيكون هو نابليون بونابرت وبكده بتنتهي الثورة الفرنسية رسميا حكومة القناصل دي بتستمر من سنة 1799 لحد سنة 1804 في سنة 1804 بيتم إلغاء نظام الحكم ده كمان وبيتم تتويج نابليون بونابرت كإمبراطور لفرنسا بكده بتكون انتهت الثورة الفرنسية وبتمتهي السلسلة بتاعتنا عنها شكرا لحضراتكو بنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالسلسلة دي وإن شاء الله نشوف حضراتكو الإسبوع اللي جاي فيه موضوع جديد اشتركوا في القناة